رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية والذي ينسجم مع مطالب الحكومة لمعاقبة هذه الميليشيا الإرهابية وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إلى أنه بعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق الأفراد نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تسعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن وقالت الوزارة إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضا لمساعهم الدائمة لإطالة أمد الصراع وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم